لابد أن نعرف حقيقة هي أن الكون والوجود بني على قانون الفعل والانفعال فكل الحركات وكل سكنات في هذا الوجود تنضبط بهذا القانون هناك مراتب من الموجودات مراتب من التكوينيات تمتلك قوة في الفعل أكثر من غيرها وهناك مراتب من الموجودات ومراتب من التكوينيات تكون منفعلة أكثر من غيرها لكن كل موجود وكل مكون يمتلك مقدارا من قوة الفعل وكذلك يكون منفعلا بغيره مراتب الموجودات ومراتب التكوينيات تتشخص وفقا لهذا القانون فكلما كانت قوة الفعل أعلى قوة التأثير على الموجودات الأخرى أكثر تكون مرتبة هذا الموجود أعلى وحينئذ ستكون نسبة الانفعال بالنسبة له أقل وكلما زادت حالة الانفعال في الموجود فإن قوة الفعل تكون أقل حينما يصل الكلام إلى محمد وآل محمد فإن قوة الفعل عندهم كاملة وإن قوة الانفعال عندهم منعدمة وذل كل شيء لكم إنما ذلت الأشياء لهم بسبب قوة فعلهم وانعدام الانفعال عندهم إنني أتحدث عن حقائقهم لا أتحدث عن مظاهرهم وحتى الذي يجري على مظاهرهم إنما هو بحسب إرادتهم وبحسب ولايتهم نحن هكذا نقرأ عن الخضر من أن الخضر شرب من عين الحياة والذي يشرب من عين الحياة فإن الموت لا يأتيه إلا بإرادته هو عملية التدمير الذاتي تكون تحت قوته تحت سلطته عين الحياة هي مظهر من مظاهر ولايتهم فإذا كان الخضر الذي هو فرد من أفراد شيعتهم والذي شرب شيئا أخذ شيئا من عين الحياة التي هي مظهر من مظاهر ولايتهم لهذا نحن في زيارة صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان في زيارته التي نزوره بها يوم الجمعة هكذا نسلم عليه السلام عليك يا سفينة النجاة السلام عليك يا عين الحياة وهذه الأوصاف ليست مجازية هذه الأوصاف حقيقية إمام زماننا سفينة النجاة في هذا الوجود سفينة نجاة الوجود إمام زماننا عين حياة هذا الوجود الأخرون يريدون أن يستهزئوا بعقائدنا فليذهبوا هم واستهزاؤهم إلى الجحيم فليستهزئوا وماذا يضيرنا ماذا يضيرنا كما تقول العرب في أمثالها القديمة فإن الكلاب تنبح القمر فإن كلاب البدوي وكلاب القبائل العربية حينما كانت تنظر إلى القمر بدرا منيرا تستغرب هذا تتحرك باتجاهه وكأنها تحاول الوصول إليه وبعد ذلك تنبحه تبدأ بإصدار أصوحتها لذا العرب يقولون من أن الكلاب تنبح القمر فماذا يضير القمر إذا ما نبحته الكلاب إذا استهزأ المستهزئون بعقائدنا ماذا يضيرنا ماذا يضيرنا هذه حقائق ثقافة العترة الطاهرة هكذا نسلم على إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه السلام عليك يا سفينة النجاة السلام عليك يا عين الحياة هذا العنوان حقيقي في محمد وآل محمد عموما وفي الحجة ابن الحسن خصوصا لأنه إمام زماننا عين حياتنا إمام زماننا الخضر خادم من خدامه من خدام الحجة ابن الحسن وجندي من جنوده لقد شرب من ماء الحياة شرب من عين الحياة عين الحياة مظهر من مظاهر ولاية علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الخضر يتحكم بعوامل التدمير الذاتي التي عنده فيكون أجله بيده هو الذي يتحكم بأجله لأنه شرب من عين الحياة فكيف يكون الأمر مع إمام زماننا الذي هو عين الحياة مثل ما نسلم عليه في زيارته الشريفة وذل كل شيء لكم تمام الفعل وتمام عدم الانفعال ومن هنا فإن لهم الولاية التكوينية الكاملة المطلقة وفي ذيلها في حاشيتها تأتي الولاية التشريعية الكاملة المطلقة برغم آنافي السفهاء والتافهين من آيات الشيطان العظمى من المراجع الطوسيين في النجف وكربلاء هذا هو منطق القرآن بتفسيرهم بتفسير العترة الطاهرة ومنطق أدعيتهم وزياراتهم وأحاديثهم ورواياتهم بتفهيمهم بتفهيم العترة الطاهرة أعود إلى ما بدأت به بخصوص قانون الفعل والإنفعال فالوجود والكون البناء فيهما بناء على هذا القانون وهذا القانون ينتج لنا بحكم آثار الفعل والإنفعال ينتج لنا أن التكوينيات من أولها إلى آخرها تمر ب مراحل التكامل هناك تكامل مرحلي وهذا هو إنعكاس وتطبيق ل قانون الفعل والإنفعال حينما نطبقه على الأشياء فإن الأشياء ستكون على مراتب وهذه المراتب لا تبقى ثابتة هناك حركة الكون متحرك الأشياء متحركة قد تكون الحركة مادية حسية وقد تكون الحركة معنوية نورية وقد تكون الحركة في ظاهر الأمر وقد تكون الحركة في باطن الأمر الكون أساسا بني على قاعدة الجواهر والمظاهر وهذا هو منطق القرآن هناك أرض وهناك سماء وهناك ملكوت لهما ملكوت السماوات والأرض هو جوهر السماوات والأرض فأنا هنا وأنتم هنا نحن مظاهر لملكوت حقائق حقائقنا في أصلها تستقر في عالم الملكوت ونحن مظاهر لتلك الجواهر هناك لذلك الملكوت الإلهي نحن نتحرك في هذا العالم منابع وجودنا هناك أقرب لكم الفكرة بالضبط كماكنة السينما التي تبث على الشاشة عبر الأضواء التي تصدر منها على الشاشة هناك صور تتحرك لكن الضوء إذا انقطع إذا توقفت ماكنة السينما عن إرسال حزم الضوء إلى الشاشة البيضاء فإن صور ستتلاشى ملكوت هذه الصور على شاشة السينما موجود في ماكنة السينما نحن هكذا نحن مظاهر الأمثلة الحصية التي يؤتى بها لتقريب المعاني الغيبية والمعاني العميقة تقرب من وجه وتبعد من وجوه عديدة فلا تقيس عليها في جميع الاتجاهات الأمثلة تضرب لجهة معينة ولا نقيس عليها في سائر الجهات فمثل فمثل الصورة على الشاشة تكون موجودة ما دامت حزم الضوء تأتي منبعثة من ماكنة السينما إذا إذا توقفت توقفت حزم الضوء فلا وجود لصورة متحركة على شاشة السينما نحن كذلك لو انقطع الفيض من عالم الملكوت الذي يثبت وجودنا هنا فلن نكون هنا فنحن مظهر لحقيقة تستقر في عالم الملكوت فهذا الكون بني على تعدد المظاهر وكل ذلك يقع في سلطة قانون الفعل والانفعال وما بين هذا وهذا إذا كنا نتحدث عن الإنسان فهناك من البشر من يتسامى في ضل هذه القوانين وهناك من البشر من يتسافل لأن مجال الحركة متاح للجميع ومتاح للجميع أن يرتقوا ومتاح للجميع أن يتسافل ولذا فإن الناس ما بين مرتق ومتسافل وإن كان الذين يرتقون قلة قليلة الأكثرية تحب أن تتسافل في أي اتجاه من الاتجاهات التي يتحركون نحوها النتيجة هي هذه هناك تكامل مرحلي في كل مرحلة من مراحل هذا الوجود هناك نحو من أنحاء التكامل حينما نتحدث عن أيام الله مثلا فإن يوم القائم وهو اليوم الأول من أيام الله يمثل مرحلة فهناك تكامل في هذا اليوم ولكنها مرحلة من المراحل لا بد أن تنتهي لا بد أن تتوقف كي تبدأ مرحلة جديدة كي يبدأ اليوم الثاني حينما نتحدث عن التكامل المرحلي هناك مراحل وهناك تكامل فلا بد أن نعرف من أن من أهم مميزات التكامل المرحلي وجود الأجل إنه الأجل ليس للإنسان فقط بل حتى للحجر هناك موت للجبال ألا تنطمس الجبال ألا تتغير أحوالها ما يقال له عوامل التعرية الطبيعية ألا تمثل الزوال للأشياء والتغير والتبدل ما هو هذا واقع الكون الجبال تموت والنبات يموت والحيوان يموت والإنسان يموت والملائكة تموت ها الموت هو القانون الغالب وكل مرحلة من المراحل ستموت نحن تنقلنا من الأجنة إلى الطفولة وإلى الصبا وبعد الصبا الشباب وبعد الشباب تأتي الكهولة وبعد الكهولة تأتي الشيخوخة وبعد الشيخوخة قد نصل إلى أرض للعمر إلى حالة الخرف كل مرحلة تنتهي تموت تموت تلك المرحلة ونبدأ في مرحلة جديدة في المرحلة نفسها بما هي هي هناك تكامل حتى في مرحلة أهذل العمر بما هي هي في داخلها هناك نوع تكامل وهذا التكامل ينتهي بانتهائها في داخلها لا أن نحكم عليها من خارجها هناك فارق بين أن نحكم على كل مرحلة من داخلها وبين أن نحكم على كل مرحلة من خارجها سيكون الحكم مختلفا ومختلفا جدا وهذا يجري على البشر ويجري على الحجر ويجري على كل المخلوقات ويجري على التكوينات الاجتماعية الاعتبارية حينما نتحدث عن أمة عن دولة عن حضارة عن تجمع فإن الأمور تجري على هذه الكيانات أيضا ولذا فإن رصد المؤرخين للحضارات وللدول عبر التأريخ تبدأ الحضارة في مرحلة الطفولة وهكذا فإلى الصبا فإلى الشباب فإلى الكهولة وبعد ذلك تصل الحضارة إلى مرحلة الشيخوخة وتتلاشى لقد تلاشت حضارات وحضارات وانطمست دول ودول وذهبت أمم وأمم ما هي هذه حركة الحياة وحركة الدنيا وهذه التطبيقات لحالة التكامل المرحلي الذي هو نتاج لقانون الفعل والانفعال الذي يحكم الوجود وما الموت وما القتل إلا صور من جملة الصور ما تنتجه هذه القوانين نذهب إلى فاصل فكل التكوينيات التي تسبح في أجواء قانون الفعل والانفعال وحيث تتحرك ضمن حركة التكامل المرحلي في كل مرحلة من مراحل الوجود لها أجل وحينما يكون لها أجل هذا يعني أنها تحمل سر التدمير الذاتي في داخلها فكل مرحلة من المراحل تحمل في داخلها سر تدميرها الذاتي حينما نقرأ في سورة التكوير مصداق واضح على الذي أقول إذا الشمس كورت الشمس حينما خلقت خلقت كاملة بحسبها بحسبها خلقت كاملة بحسبها ولها قوة فعل ولها حالة انفعال وهكذا كل مخلوق من المخلوقات لكنها في الوقت نفسه لها أجل تجري لأجل مسمى لها أجل فحينما حدد لها أجل هذا يعني أن سر تدميرها الذاتي موجود فيها إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت إنها عوامل وأسرار التدمير الذاتي انتهت آجال الشمس آجال النجوم آجال الجبال إننا مقبلون على اليوم الثالث هذا كله يجري بعد انتهاء اليوم الثاني بعد انتهاء الرجعة الكبرى حيث ندخل في مرحلة برزخية باتجاه يوم القيامة باتجاه اليوم الثالث تبدأ عملية التدمير الذاتي للتكوينيات التي كانت مرتبطة بالمرحلة السابقة إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت النفوس زوجت زوجت الأرواح بالأجسات إنها عملية البعث وإذا النفوس زوجت هو زواج الأرواح بالأجسات المزاوجة المخالطة وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت كل هذا كي نصل إلى هذه النقطة علمت نفس ما أحضرت إنه اليوم الثالث من أيام الله في سورة التي جاءت بعدها إنها سورة الانفطار بعد البسملة إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت إلى آخر ما جاء في الآيات الكريمة هذه المضامين نجدها واضحة في الكتاب الكريم تخبرنا عن أن أسرار التدمير الذاتي موجودة في داخل هذه الموجودات لماذا؟ لأنها تفعل وتنفعل محمد وآل محمد يفعلون فقط لا ينفعلون لأن عوامل التدمير الذاتي تكون مرتبطة بحالة الانفعال فما من تكويني من التكوينيات إلا وفيه نسبة من الانفعال إلا حقائق محمد وآل محمد تقولون كيف ذلك؟ أقرأ عليكم من سورة القصص من الآية الثامنة والثمانين بعد البسملة وهي آخر آية في السورة ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو موطن الشاهد هنا كل شيء هالك إلا وجهه وجه الله الحقيقة المحمدية الله ليس له من وجه في ذاته إذا كانت الآية تتحدث عن وجه في ذات الله فهذا الكلام ليس منطقيا فكيف نتحدث عن الهلاك وكأنه وكأنه ينسب إلى الله ولا يبقى إلا وجه الله ليس بهالك هل هذا الكلام سليم كل شيء هالك إلا وجهه فإذا كان لله من وجه هذا يعني أن بقية الله من دون وجه ستكون هالكة أي كلام هذا أي منطق هذا لكن وجه الله مخلوق فإن الله قد خلق الحقيقة المحمدية وجعلها وجهه وجهه الأعظم وهنا القرآن يتحدث عن المخلوقات المخلوقات هالكة إلا المخلوق الذي جعله الله وجهه لأن المخلوقات تنتسب إلى وجه الله أما وجه الله فإنه ينتسب إلى الله خلقتك لي يا أحمد خلقتك لي خلقتك لي وأما المخلوقات بحسب حديث الكساء اليمان فإنها خلقت له محمد وآل محمد خلقهم الله له وخلق الخلقيات له ولذا فإن الخلقيات هالكة طرا لأنها خلقت لمخلوق وأما محمد وآل محمد لن يهلك لماذا لأنهم خلقوا له سبحانه وتعالى وهذا هو الذي تريد الآية أن تتحدث عنه كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء من الخلقيات فالآية لا تتحدث عن الله لأن الله شيء فإن الله شيء لأن شيء تعني موجودا الشيئية والوجود بمعنى واحد الله موجود فهو شيء لكن الآية هنا تتحدث عن الخلقيات فكلها هالكة إلا الوجه المخلوق الوجه الأعظم إنها الحقيقة المحمدية العظمى لا يتطرق الهلاك إليها ولا إلى مظاهرها القادسة أعني محمدا وآل محمد سادتنا وأئمتنا في عوالمنا البشرية الترابية هؤلاء لا يتطرق الهلاك إليهم وإذا ما تطرق إليهم ضمن ولايتهم إن ميتنا لم يمت هو لا يخضع للموت وإنما يكون الموت خاضعا لولايته هذا هو المراد يجري الموت عليهم ضمن ولايتهم وبإرادتهم وفي مظاهرهم البشرية فحينئذ إذا جرى القتل عليهم بالسيف أو بالسمي أو بأية وسيلة أخرى مثل ما جاء في خبر المرأة التميمية إذا جرى القتل إذا جرى الموت فهذا لا يغير شيئا من الحقيقة لأن الأمور كلها تجري تحت ولايتهم ذواتهم لا تحمل في داخلها أسرار التدمير الذاتي ولذلك لا بد أن يكون التدمير خارجيا وليس من ذواتهم الناس يموتون موت الحتف لماذا لأن أجسادهم في مرحلة من المراحل تصل إلى حد لا تستطيع أن تتزاوج مع أرواحهم ولذا تنفصل الأرواح عن الأجساد في الوقت المحدد هذه هي الآجال الآجال تنتهي صلاحية الأجساد عن أن تبقى متزاوجة متحدة مع الأرواح فهناك عوامل التدمير الذاتي في داخل المخلوقات في محمد وآهل محمد لا يوجد هذا المعنى ولذا ما منا إلا مقتول أو مسموم لا بد من عوامل التدمير الخارج للمظهر الخارج من هنا ستصبح الإشكالات والأسئلة بخصوص لماذا لم يقتل أمير المؤمنين عبد الرحمن ابن ملجم ستصبح سخيفة والإجابات عليها ستكون أسخف ولا طالما انشغلنا بهذه الإشكالات وهذه الأسئلة التافهة لماذا لأن الواقع تافه لأن ثقافة الشيعية تافهة لا علاقة لها بحقائق ثقافة الكتاب والعترة إنها ثقافة البتريين اللعناء هذا هو الواقع الذي عاش فيه أجدادنا وآباؤنا ولازالت الشيعة في أيامنا غاطسة فيه كل شيء هالك إلا وجه هذا هو الوجه الباقي الوجه الذي لا يزول وماذا نقرأ أيضا في سورة الرحمن في الآية السادسة والعشرين بعد البسملة والتي بعدها كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وذو هنا صفة ليس لربك وإنما صفة لوجه ربك لأن ذو جاءت مرفوعة صحيح هناك قراءة عند المخالفين ذي الجلال والإكرام لكنها قراءة ليست صحيحة القراءة الصحيحة هي هذه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يأتي الكلام متناسقا مع آخر آية في سورة نفسها في سورة الرحمن تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام فجاءت ذي هنا جاءت صفة لربك وليس للإسم وهذا يشير إلى حقيقة أن وجه الله يتصف بصفات الله فهنا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام لو أن وجه الله لا يتصف بصفات الله لكان من سوء الأدب أن تقوم الآية بتمجيد وجه الله دون أن تمجد الله لكان يفترض في الآية أن تقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام لكن الآية هكذا جاءت ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فجاءت تمجيد للوجه وهو هو تمجيد لله ولذا فإن من ذكرهم ذكر الله هذا منطق العترة الطاهرة من ذكرهم من ذكر محمدا وآل محمد فقد ذكر الله وجاء الكلام واضحا في آخر آية من سورة الرحمن تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام فجاء التمجيد للرب هنا وليس للإسم وجاء التمجيد في الآية السابعة والعشرين بعد البسملة جاء للوجه للإسم وليس للرب وهذا يكشف عن هذه الحقيقة من أن الذات الإلهي قد تجلت في هذا الوجه فوجه الله هو وجه مخلوق لكنه مرآة سبحانية تجل الله فيها هذه الحقائق تخبرنا إذا أردنا أن نذهب باتجاه آثارها لأن آثارها ستظهر في محمد وآل محمد الذين هم أئمتنا وهم هم بين أظهرنا ستظهر الآثار فيهم فيهم فهم كائنات إلهية تفعل ولا تنفعل ولا تحمل في ذواتها في دواخلها عوامل التدمير الذاتي ولذا فإن وصفهم بالحياة سيكون وصفا مطلقا من هنا فإن ميتهم لم يموت ما جرى عليهم من الموت إنما بحسب قانون المدارات التكوينية لا يعني أن الموت لم يجري عليهم جرى عليهم الموت وجرى عليهم القتل ولكن بحسب قوانين المدارات التكوينية نذهب إلى فاصل ربما من أوضح أمثلتي التدمير الذاتي ما نقرأه في سورة الكهف بخصوص سدي يأجوج ومأجوج في الآية الثامنة والتسعين بعد البسملة ذو القرنين يقول بعد أن أتم البناء وحبس أقوام يأجوج ومأجوج وراء الست قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دك فإذا جاء وعد ربي جعله دك وكان وعد ربي حق فحينما تنتهي مرحلة الرجعة الكبرى وندخل في المرحلة البرزخية استعدادا لليوم الثالث من أيام الله وتبدأ أشراط الساعة من جملتها هذا الحدث الكبير لأن أقوام يأجوج ومأجوج هم من عوامل التدمير الذات ولذا سينتشرون في الكون وفي الفضاء لأجل التدمير نقرأ في السورة الأنبياء في الآية السادسة والتسعين بعد البسملة حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج انهار السد لقد حانت اللحظة لبداية التدمير الذاتي حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون سينزلون إلى الأرض سيكون نزولهم على المرتفعات هم قادمون من الفضاء وهم من كل حدب الحدب المكان المرتفع شيء طبيعي نازلون من الفضاء سينزلون على المرتفعات فبعد أن ينزل على المرتفعات يتحركون بسرعة باتجاه المناطق المأهولة في الكرة الأرضية وهكذا في سائر الأجرام الأخرى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون هذا الأمر أمر التدمير الذاتي ليس موجودا عند محمد وآل محمد وذل كل شيء لكم في أجواء هذا القانون فإن وفاتهم موتهم قتلهم قولوا ما شئتم تجري ضمن ولايتهم وإرادتهم وتذكروا فإن الخضر شيعي من شيعتهم شرب من عين الحياة التي هي مظهر من مظاهر ولايتهم صار أجله بيده هو يحمل عوامل التدمير الذاتي كسائر الناس لكنه صار متمكنا من عوامل التدمير الذاتي هو الذي يحدد أجله لنفسه الموضوع بحاجة إلى تطويل أكثر لكن وقت الحلقة صار طويلا ولا أريد أن أتشعب أكثر من ذلك تطويل